السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ماروة من مطبق ماروة. النهار ده هنعمل الجنيش التحفة ده. جنيش جميل جدا جدا جدا. من غير كريمة لباني ولا اي حاجة من الحاجات دي. تعالوا بقى نشوف عمالنا زي من غير كريمة لباني وجناش غني جدا وجميل جدا ونفس طعم وقوام وكل حاجة اللي بنعمله بالكريمة لباني. اول حاجة معي المقادير ايه? عندي هنا كيلو شوكولاتة. عندي هنا كوباية كريمة لباني ونص كيلو لبن او كوبايتين اللبن بنفس الكوباية اللي احنا بنقدر بها دي مقدرين بها الكريمة اللباني واللبن. طيب لو ما عنديش كريمة لباني بودرة زي دي استخدم كريم شونتي خيم خيم بدون سكر. بصو بقول لكم نفس المعيار اللي عايرنا بيه كوباية الكريمة اللباني هي هي نفس المعيار اللي عايرنا بيه اللبن. يعني الكوباية دي تحطينا منها كوبايتين لبن. الكريمة اللباني دي قد ايه ميت جروم. لو هنستبدلها بكريم شونتي خيم برضو ميت جروم. وعندي كيلو شوكولاتة زي ما قلنا. هنحط هنا على نص كيلو اللبن. هنحط عليه الكوباية الكريمة اللباني او الكريم شنطي الخام. وهندوبه كويس جدا كده بالمضرب اليدوي. لغاية لما نحس ان الكريمة ديبت معينا يعني واختلطت كده مع الكريم مع اللبن. وهنحط اللبن طبعا سيئة. وهنحطه على البوتوجيز على نار عالي عايدي جدا وقدينا بقى ما تسيبش الكريمة كده لغاية لما دوبها شو ما تعملش معنا تكاتلات. هفضل ادوب كده في الكريمة مع اللبن شوية. لغاية لما اللبن بتيجي يغلي. شايفين كده لما دوب فيها لغاية لما اللبن بصه بتده هيبتيجي يغلي اهو. زي ما انتم شايفينه كده اهو لما يبتيجي يغلي وحسوها يفور خلاص. هقلبه كويس جدا وهطف النور خلاص طفنا النور عليها. وهبتيجي حط الشوكولاتة بتاعتي اللي احنا مكسرنا قطع عايزين تبشروها زي ما تحبه. انا مكسرها قطع قطع صغيرة. وبتجي نزلها كده جوه الكريمة احنا طفينا النور خلاص. وهي طبعا من حرارة اللبن هيبتيجي ايه الشوكولاتة بتاعتنا تسيح. يبقى خلاص كده نعرف عن ايه كيلو الشوكولاتة عليه نصف كيلو لبن ومية جرام كريمة لباني او كريم شمتي خيم. هيديني نفس طعم ونفس قويم وكل حاجة اه بنعملها في الشوكولاتة اللي هو الجناش اللي بالكريمة اللباني هو هو دوت. ده يعادل الجناش اللي بالكريمة اللباني بالزبط. تحفة جدا واقتصادي يعني الكريمة اللباني. وجميل. بصوا هفطل بها اقلب فيه كده وادوب فيه. بصوا النار مطفية بقول لكم لغاية لما الشوكولاتة بتاعتي تسيح تماما خالص خالص. الوسك اليادوي ايه علشان اه ادوب بيه يعني علشان الشوكولاتة تسيح خالص بقى لان المعلقة لقيتها ايه بصوا بصوا قبل حتى لما سيبوا يبرد ولا حاجة بصوا تقل ازاي? طبعا هنسيبوا يبرد ده نعمل منه روزيتات ونعمل منه وردات بلدي على الترط تحفة جدا ينفع بقى لاي حاجة بنستعملها للجيز بسيتو في حاجات كتير جدا نعمل لتلكم قبل كده اللي بالكريمة اللباني السيلة واسب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف ودوت بديل اللي بالكريمة اللباني بتحفة وهيعجبكم جدا وطحفة ازاي؟ بصوا القوان بتاعه وبصوا تحفة تحفة بجدد لكم كده اجبت المعلقة عشان وللكم ادقيق هومون سيابي ونعم وما فوهوش تكتلات ولا اي حاجة للفقاعات اللي انتو شايفينها دي فقاعات هوى نتيجة التقليب يعني كده بالمضرب لكن اول لما بيهدأ وخلاص الفقاعات دي كلها بتروحان دي هنا علبة نوتيلا فاضية يعني غسلها طبعا معاقموها كويس جدا فيها الجناش بتاعي بقى طفز بها في الفليزر اما ما عوز استخدمه هطلع منه كده بمعلقة نظيفة وهسيحه على حمام مية وسقام بتاعه تحفة ازاي؟ وخلاص كده تقدري لو انت هتستعملي اكتر يعني من اسبوع نحطه في الفليزر هتستعملي فيه خلال اسبوع نحطه في التلاجة عادي مش يحصل له اي حيك يا ربي كون طريقتي النهاردة في عمل الجناش عجبتكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب وتفعلوا افضل الكرس عشان يوصلكم مني كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته